العلاج الشرعي لأنفلات العين والوصول إلى الزنا سواء السماع مثل اللي يغازلون أو الذين يرون أو اللي يتكلمون أو اللي يبطشون أو اللي يسافرون أو اللي يمشون نقول العلاج أولاً أولاً هل ترضاه على أحد أحد من أرحامك تقدم إلى رسول الله شاب فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا مسألة أنت لو يقول لك ولدك كلمة حول ذلك لربما بطشت به بطشا فقال أذن لي بالزنا وتعرفون القصة قال الحبيب أدنه كان في الأخير أدنه فلما وصل إليه قال أترضاه لأمك قال لا يا رسول الله قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ثم استمر في محارمه قال ولا الناس يرضونه في أخواتهم في بناتهم في ثم وضع يده على صدره ودعاله من العلاج أن يخشى الإنسان من أن يبتلى في بنت أو نحوها ثم يقول بعد ذلك هذه عقوبة معجلة اثنين استحضر أن الله يراك عند أي خطوة من خطوات الزنا وأولها النظر أولها النظر الله يراك فإذا كان لا يراك من الخلق أحد يكفي أن تستصحب رؤية الله الثالث تذكر أن معك الشيطان الذي أزك وزين المنكر لك وأطعته طيب معك ملكين يا شيخ وليه يا أخي ما أطعتهم وهم يحاولان أن يحميانك من وسوسة الشيطان لكن صدودك وإبعادك أو بعدك عن دائرة الخير سلط شيطانك وقواك تذكر كتابتهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيل الفرار إلى الله عند ما تتملكك الشهوة والنظر وتريد تذهب فر إلى الله يا رب وناده بعين دامعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه تذكر أيضا من العلاج يوسف هيت لك مع ذا الله إنه ربي أيضا أيها الحبيب منها الزواج وهذا السبب الأول تزوج يقول واحد يا شيخ أنا متزوج لكن المرض في قلبي صدقت اللي في قلبه مرض لو تزوج ألف امرأة وبقيت امرأة لسول الشيطان له أن يزني بي تلك المرأة معنى الألف عنده لأن العفاف هو الذي يعصمك من هذا الانحراف العفاف وكان من سؤال الحبيبي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الزواج والزواج بماذا الزواج لتقطع من نفسك الشهوة المحرمة وصمعني الحرام يجمل الله في عينك الحلال ما تكون زوجتك أجمل النساء مستحيل لكن أجمل النساء في عينك نعم وهي أجمل من تقضي وطرك معها نعم لأنها الوحيدة حلالك من الخلق كله فليس لك علاقة فيما أباح الله فيما خلق الله من الخلق اجمع نفسك على هذه البقعة من الحلال والله تجد اللذة والسكينة وطهارة القلب تأمل في عاقبة الزنا من العلاجات تأمل في عاقبة الزنا في الدنيا وفي الآخرة ومن عقوبات الزنات نسأل الله العافية والسلامة الأمراض المستعصية رجل رحل وهذه قصة مشتهرة رحل إلى بلاد كافرة فأتى إلى امرأة وكانت تبكي حزينة في حديقة فقرب منها لماذا تبكين قالت لا أجد مأوى وهي من أجمل النساء فقال لها أنا آويك هذه الليلة حتى تجدي مكانا فرحت دخلت عنده أغلق الباب تكملت القصة ما يحتاج وقع الحرام استيقظ من النوم فيلتفت يبحث عنها ما وجدها أين ذهبت دخل دورة المياه فإذا هي قد كتبت بأحمر الشفاه الروج مرحبا بك أيها الغبي في نادي الإيدز أنا مصابة بالإيدز نسأل الله العافية والسلام وهذا من العلاج من العلاج أن تتذكر العقوبة وقد تصاب بها ولو قيل لرجل هذه الغانية الجميلة خذها شهرا فأخذها قيل له قبل أن ينصرف لكن فيها عذروب بسيط عيب صغير مصاب بالإيدز يأخذها خوف من الإيدز طيب ويرك ما تخاف من رب العالمين لماذا لا تخاف من رب العبيد لماذا يخيفك المرض وبعضنا لو مرت امرأة متبرجة وزوجها معه سيف فقال الآن امرأة ستمر متبرجة والله لو رأيتها لا أقطعن رأسك ينظر إليها والله ما يشوفها ليه خايف من الزوج الذي يقف على حرمته طيب أين الله أين الله الذي قادر يقطع رزقك أو حياتك أو أجلك أيضا من العلاجات الصيام وأقول الصيام مهب الصيام ترك الطعام فقط الصيام المراد به الصيام عن الحرام بمجموعة صيام النظر عن الحرام الأذن عن الحرام ومنها ممكن أن تترك الطعام حتى تسكن نفسك وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا الله أمرك تستعف ومن العفة الصيام بمعناه العام منها وهذا خاص بأولياء النساء أن نسهل النكاح لبناتنا ونسهل النكاح لأبنائنا بعضنا لا زال عنده جاهلية أولى ما يأخذها لولد عمها والله ما تأخذها لين ترضي يمها واشتخل أنا بأخذ أمها أنا وتعطي يمها عشرة وعشرين وثلاثين وأربعين واخوها يبي له بشتو عطر ومدلوش بعد وانتي الشاي بتأخذ خمسة عشر ألف والبنت خمسين يا أخي الحبيب أنت أغلقت باب الحلال والبنت إن وبعضهن تقول يا أبت زوجني لأنها رأت ولها عوالم من السر لا تعلمه يعلمه عالم السر وأخفى يا أبو يفتح لي باب الحلال إن أغلقنا باب الحلال فإنا نفتح باب الحرام ما لها لا تنثبر وش تنثبر له هذا كول الله يعفظك تنثبر ما فيه كلمة أحد إن هي يجلس تقعد في عندهم هيا ليت هي في غرفاتها وتحت البطانية وتسالف مع واحدا في غرب الأرض ولا شرق الأرض يا أخيي خفى الله وافتح الباب يسروا نكاحهن ابحث عن الرجل الصالح